سيئة الخيرة على حضراتكم جديدة من برنامج السادسة كلام كتير قوي في حلقة النهاردة وهنقفل فيها صفحة مونديال الأندية وهنتكلم على المباريات اللي جاي للنادي الأهلي ولكن خلينا في البداية نفتكر مع بعض في ذكرى وفاة كابتن الكبير سابت البطل ذكرى وفاته يوم 14 فبراير 2005 نفتكره وندعيله بالرحمة واحد من أفضل حراس في تاريخ النادي الأهلي واحد من الأمثلة اللي ممكن تنتكلم على الوفاء والإخلاص فيها وقت كبير قوي وكلام ما يخلصش يعني احنا منتكلم مش بس علشان هو قدم مسيرة كبيرة قوي وحقق ألقاب كتير مع النادي الأهلي ولكن كمان من أفضل مديرين الكورة في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الأهلي وكمدرب وبيدي ليه مثال في الإخلاص؟ لأنه في مواقف كتير قوي كل جماهير النادي الأهلي ما بتنسهاش لكابتن سابت البطل إنه ساب طبعا تدريب في ليبيا وفلوس كتير وإدارة الكورة علشان يكون موجود هنا أول ما كابتن صالح سليم كان محتاجه وطلب منه ده ويكون مع النادي الأهلي كلنا منفتكر لما كان قاعد على الدكة فماتش الأهلي والزمالك وهو المرض كان متمكن منه جدا ولكن كان دايما موجود ويمكن صمم يحضر وقال الأهلي محتاجني وكان تاني يوم هي وفاته بندعيله بالرحمة ومنفتكره دايما لأنه فعلا مثال للإخلاص والوفاء ومن أعظم من حضر في النادي الأهلي وتولى إدارة الكورة مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا سارة لقطات الحقيقة يمكن يعني شدتني وأنا بتباحها لقطات الأولانية دي مطش مصر والكاميرا النهائي بطولة أفريقيا بطولة أمم أفريقيا 86 هنا في القاهرة البطولة اللي فاس بياهي المنتخب مصر وكان سابت البطل حقيقة ليه دور رئيسي جدا سواء في البطولة بشكل عام أو في مطش الكاميرا بشكل خاص يمكن كابتن سابت البطل وهو ليه حقيقة من اسمه ونصيب كبير سواء في السبات أو في البطولة الحقيقة كان صاحب مشوار ناجح جدا بالأرقام يعني إذا تكلمنا على الأرقام الأول خلينا أقول لحضراتكم كابتن سابت يمكن 25 بطولة مع النادي الأهلي 11 دوري 7 كاس 2 بطولة عندية أفريقيا 3 بطولات أبطال كؤوس ده غير مشواره طبعا ناجح جدا مع منتخب مصر وده بس كلاعب لكن الحقيقة كان مدير كورة يمكن كابتن سابت واحد من أنجح من توله هذا المنصب الحقيقة كان صاحب شخصية قوية جدا وكان الحقيقة بمثابة الإبن البار يعني فيه ناس كده بتحس إنها بتحط كل ما فيش حد فينا ما بيدورش على مصلحته وما فيش حد فينا ما بيسعاش إنه يحقق مكاسب كان المكسب ده شهرة كان المكسب ده فلوس كان المكسب ده سطوة أو سلطة أو نفوذ كل واحد من حقه يسعى ويجتهد لكن فيه ناس وهي بتسعى وتجتهد إنها تحقق ده كانت الحقيقة كمان بتحط قدام يعنيها دايما قبل مصلحتهم مصلحة الكيان اللي هم بينتموا لي وأنا يعني في تأديري كابتن سابت كان واحد من دول كان دايما بيحط مصلحة النادي الأهلي حتى قبل مصلحته هو الشخصية وكتير الحقيقة من النماذج دي كانت موجودة دايما على مدار عصور وأجيال مختلفة في النادي الأهلي راح على البطل ولكن الحقيقة بقيت ذكراء حتى اليوم ذكرى خالدة 16 عام على رحيله وكان لآخر لحظة زي ما صاركت بتقول كان متمسك بالتواجد وأنه هو يكون بيقدي دوره زي ما هو مطلوب منه رغم طبعا شدة ومحنة المرض العنيفة اللي كان بيمر بيها رحم الله كابتن سابت البطل حقيقة